السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سؤون طيبية اليوم سنجاوب على سؤال مهمة جدا وهو هل التوكتوك يتحمل الصفر ولا لا الناس كتير جدا سألت أطول مسافة التوكتوك يسافرها قدي هو فعلا يتحمل الصفر طيب ولو وزن يعني مثلا لو انا عايز اخد اسرتي وسافر في العيد او سافر مثلا اي مكان اتفسح او كده نتحمل وزن قدي اسئلة مهمة جدا عشان تقدر تحافظ على التوكتوك بتاعك اطول عمر ممكن واطول مدة ممكنة مع كفاءة عالية اليوم سأجاوبك لان اليوم سافرنا بالتوكتوك حوالي مية وخمسين كيلو متواصل او اكتر كمان حوالي مية وستين ومية وسبعين كيلو متواصل من المنصورة لبلد على حدود اسكندرية تمام وكان برضو وزن تقيل يعني كنا ثلاث افراد غير السواق في اربع افراد واوزان رجبين في التوكتوك وكمان كان فيه مشكلة في البلية بتاعة المؤسس طيب قبل ما نطلع بالتوكتوك المفروض تعمل حسابك في حاجة مهمة جدا لو انت هتسافر بالتوكتوك التوكتوك يسافر اي مسافة انت عايزها بس بشروط عشان ما يعتلش منك ويقف منك على الطريق اول حاجة ان انت عايز تسافر بالتوكتوك بتاعك لازم تكون مغير له زيت ما يكونش الزيت بايز او مضروب او منتهز صلاحية او بقى له فترة طويلة لان ممكن المطور يقفش منك على الطريق او البست مسلك منك على الطريق هيعمل معك مشكلة اتنين تاخد بالك من البنزين هتفول التانك بتاع البنزين ويكون معاك الازازة او الاحتياط بتاعك تحت الكرسي طبعا المسافات الطويلة احيان ممكن انت يمش على طريق سريع ما فيش علي بنزينة لمسافة طويلة او في اماكن ارياف ما فيش بنزينة لمسافة طويلة وانت صعب تحط من البنزينة اللي ببقى محطوط على الطريق ليه؟ غالبا بيبقى في مي تمام كده؟ يبقى احنا عايزين البنزين الزيت تطمن على الكاوتش الاربع فرد اي عم هو التوكتوك بكم فردة؟ اربع فرد تطمن عليهم قبل ما تطلع تلاتة بتوع التوكتوك والاستبن ليه؟ لا قدر الله لو حصل اي حاجة في الطريق فعشان ما تقفش يكون معاك العدة بتاعتك المفتاح بتاع العجل الكوريك وحتى الكوريك لو مش موجود ده مش مشكلة ولكن لو موجود يكون افضل العدة لما يكون كاملة احسن يكون معاك فيوزة يكون معاك بوجيه يكون معاك بنسة يكون معاك مفتاح بوجهات تمام؟ تظبط امورك تراجع تشيك على الماكنة كلها تشحيم بلي الشعر وراء قدام شحم الكابالن تشيك على جلد الكوبلن تمام؟ بحيث ما يكونش واحدة مقطوع المسافة الطويلة احتكاك اكتر سخونة اكتر يبقى مش هتلاقي في شحم على الصلايب فممكن تعمل معاك مشكلة كبيرة جدا يبقى لازم تاخد بالك من الحاجات ده كلها طيب لو هتمشي برضو بالليل هتشيك على نور الاضاءة وراء قدام ده كده احنا لسه مطلعناش على الطريق لسه مسافرناش ولكن ده اهم القواعد اللازم تعملها وانت رايح تسافر باي حاجة يبقى هتشيك على كل شيء في التوكتوك حتى الاضاءة لانها تمشي على طريق فمعرض لأي حاجة التشحيم التزييد البنزين الكلام ده كله بعد كده ما تستناش طبعا لما وانت مش على الطريق ان التوكتوك يقلب احتياطي او يشطب بنزينة عشان تفاول لا اقرب بنزينة تيجي معاك وحط لترين 3 حط لترين 3 حيث انت متعطلش على الطريق وما تكسلش في الحتة دي طلعنا على الطريق وقلنا بسم الله وتوكلنا على الله وطلعنا على الطريق اول حاجة لازم تلتزم بها وانت على الطريق السرعة السرعة القصوى للتوكتوك ستين كيلو تمام يعني انت معك من خمسين لستين ممتاز لو هتمشي مسافات طويلة طب ليه يا عم تب انا ممكن اجيب بالسبعين والتمانيين هقولك انت كده بتدمره ليه لان وزن مع طوكتوك على المطور والسرعة هو عندك نسبة احتكاك وحرارة اعلى في المطور وانت اصلا مفيش عندك عامل تبريد كويس فهيعمل معك مشكلة كبيرة جدا في المطور ممكن فعلا تكسر صباب ممكن يحصل خلل في البستم او الكلام ده المطور يقفش منك تمام لان احتراك زيت زيادة عن اللزوم يبنى عندي السرعة القصوى بتاعتي من خمسين لستين كويس جدا خصوصا انت كل ما تزود حملة على التوكتوك بيبقى حملة على المطور مش على التوكتوك نفسه لا تمام يبنى السرعة طيب السرعة تمام احنا اتفانا من خمسين لستين كويس جدا ثاني حاجة المطباط واعلمك اعملك فيديو ازاي تاخد المطب مرتاح عشان ما تقصرش على الكبال والمساعدين السوسط المقصات تريح التوكتوك في المطب تمام هنعمل ان شاء الله ولكن تاخد بالك من المطباط يبقى انت متجريش اه انا عايز اوصل بسرعة انت كده مش هاز توصل بسرعة انت ممكن تكسر حاجة تمام ممكن تكسر مصمر مثلا اعدة مطور يقوم شايل منك الكبلا رمي في جنب فعشان كده لازم تاخد بالك الموضوع ده كويس يبقى السرعة المطباط التسخين على الطريق الناس كتير جدا عندهم معلش انا اسف في اللفظ غشم على الطريق ان هو يدوب بلاي واحد ماشي جنبه بموتسكل او توكتوك زيه وسابقه يسخن يسخن يعمل ايه؟ يوم زود بكرة وقارس على الطوكتوك طب يا سيدنا ما هو ممكن يكون اللي بجري جنبك ده رايح مشوار كيلو ولا نص كيلو ولا اتنين كيلو او خمسة كيلو من اول الطريق الاطلاع اخره وخلاص ممكن يكون هو طريقه السريع ده بس نازل في بلد في النص مش عارف ايه فبقرص او ورا مشوار مستعجل والكلام ده ده مشكلة انت متقلدوش او متسخنش اقصاده لانت ماشي مسافة طويلة حرارة الموتور بتاعك غير بتاعته كفاقته غير بتاعته ففيما تقرنش ملكيتك بحاجة تانية فما تسخنش على الطريق ايا كان اللي حصل ايدك زي السواق ده كده محترم ايدك سابت على البنزين بلاقي ناس تفضل تعنعن تزود وتبطق بنزين تزود وتبطق لا ده نريدك حساس على البنزين ايدك سابت ده اسمه تنظيم نفس للمطور للبيستم طالع ونازل كم دورة مثلا اربع تلاف دورة او خمس تلاف دورة في الديئة خلاص انا ثابت عليهم فواقع ده تنظيم نفس ليه طالع داخل فهتمشي معاه هو مرتاح وانت مرتاح تمام كده طبعا قلنا الوزن الوزن المفروض انه هو ماتين وخمسين كيلو يعني لو قلنا هم فرضين وراه بس لو تقلت يبقى لازم تاخد بالك من ايه من القواعد اللي انا بقولها كلها الطريق حاول بقدر المستطاع ان انت تتفادى الطرق المدغدغة وامشى على طريق كويس واخد اقصى اليمين واتبع ارشادات المرور يا عم ايه اللي انت ايوه على فكرة شفنا حوادث واحنا ماشيين شفنا مصيب واحنا ماشيين ان كل اللي يهمني ان انت توصل ايه سليم بس سليم وبرضه في اسرع وقت ودايما بيقولوا الطريق الاسرع او الاسلك اللي انت متعطلش عليه حتى لو طويل شوية اللي انت عارفه تمام فتاخد بالك من الحاجة ده كويس السواقة التشحيم المطباط تفويل البنزين الزيت في حاجات مهمة كده لازم تاخد بالك منها وتشايك عليها وانت ماشي بعد كده الحاجة مهمة جدا وحصلت يعني معانا اصلا حتى في السفرية ديت ما تلبخش عقلك في حاجة تانية ده اهم حاجة وانت ماشي على الطريق اهم قاعدة ركب اي حاجة لا تنشغل بالاخرين او بشيء اخر عن القيادة انت وانت سايق ايدك اليمين على البنزين ايدك الشمال على الدبرياش والنقل الاتنين مع بعض في التوكتوك رجلك على الفرمرة فعشان كده انت جسمك كله بيتحرك عقلك بقى وتفكيرك وعينيك وابدانك وكل حاجة يعني ودنك مع التوكتوك ومع اللي رايح واللي جاي معك كلاكسات اعينك على الطريق قدام انت بقى لو تلبخت ممكن تتلبخ مثلا في السجارة تولع ترمي الكلام ده تلاقي نفسك رايح في ايه في مشكلة تتلبخ في تليفون واحد يرن عليك تزع معاه يحصل مش عارف ايه الكلام ده او تتلبخ اه هوت كهكه والكلام ده عملت ايه واعتف مشكلة وده حصلت مش بقولها حاجات ما بتحصلش فعشان كده عايز تسافر بامان باذن الله بالتوكتوك اي مسافة تمشي عليها مفيش فهم مشكلة تريح مثلا كل مية مية وخمسين مية كيلو حلو قوي هتريح على التوكتوك تريح مثلا نص ساعة ولا حاجة يهدى شوية وبعد كده تتوقع الله بعد ما تمشي المطباط الزيت البنزين الحمولة القصوى ولو هتشيل وزن زيادة مش هيقول لك لا مفيش فهم مشكلة ولكن تشحم الكبالين جلد الكبالين بلي الشعر تهتم بالصنى الدورية الكويسة الكهرباء الكلاكسات ما تسخنش جنب حد على الطريق لان الكلام ده ما ينفعش يصدر من راجل عائل اصلا انت طبعا بتخاطر بناس وارواح ناس على طريق تمشي في الحرارة المحددة ليك ما تلبخش نفسك باي شيء غير الطريق ده قواعد مهمة جدا عشان لو انت هتسافر بالتوكتوك تمام فتقض يا ايد انت قضي زيارات واربنا يكرمك وعدك توفل بالسلامة دونتم فهمني الله مرسياش 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 مرسياش